وسط الضبابية والتضارب في الأنباء والتوقعات حول العملية العسكرية في غزة هناك أمر مؤكد وهو أن إسرائيل تواصل استعداداتها لعمل بري كبير في القطاع ولكن إحدى العقبات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في هذه الحملة هي شبكة أنفاق حركة حماس واحتمال وجود معظم الرهائن داخلها تقرير عسكري تم تدوله أمس يقول إن أحد الاحتمالات التي قد تلجأ إليها إسرائيل لتجاوز هذه العقبة هو استخدام القنابل الإسفنجية فما هي مشاهدنا هذه القنابل؟ صحيفة التليغراف البريطانية قالت في تقرير لها إن الجيش الإسرائيلي يقوم باختبار قنابل كيميائية لا تحتوي على متفجرات وتستخدم لسد الفجوات أو مداخل الأنفاق التي قد يخرج منها المقاتلون ولكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على استخدام هذه القنابل التي تسمى بالقنابل الإسفنجية الغرض من استخدام هذه القنابل هو منع وقوع الجنود الإسرائيليين في كمائنات تحت الأرض فما ألية هذه القنابل؟ وكيف تعمل؟ بنظرة موسعة على المشهد العام داخل الأنفاق تظهر هذه الصورة العامة للنفاق والجندي الذي سيكون داخل شبكة الأنفاق وهو يحمل القنبلة الإسفنجية القنبلة تحتوي على عازل معدني يفصل بين سائلين داخل هذا الوعاء أو الكيس البلاستيكي وعند سحب العازل المعدني إلى الأعلى يمتزج السائلان معا ليكونا مركبا كيميائيا جديدا يقوم أحد الجنود بحمل ذلك الوعاء الذي يعد القنبلة ويلقي فيه بداخل النفاق القنبلة تنفجر انفجارا مفاجئا ويخرج سائل أو رغوة تتمدد وتتضخم ثم تصبح صلبة وذات كثافة لكن هناك مشكلة في هذه القنبلة فهي تشكل خطرا على من يستخدمها أيضا فتقرير التليغراف أشار إلى أن بعض الجنود الإسرائيليين فقدوا بصرهم بسبب سوء التعامل مع الخليط الذي بداخلها وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تقوم بتغطية أعين الجنود خلال التدريب على استخدام تلك القنبلة هذه القنبلة مشاهدين سبق للقوات الإسرائيلية أن تدربت عليها وكان ذلك عام 2021 عندما أعد الجيش الإسرائيلي نظام أنفاق وهمي في قاعدة سيليم العسكرية بالقرب من الحدود مع غزة لكن إلى أي مدى يمكن أن ينجح هذا السلاح أو يفشل في التصدي لأنفاق حماس سؤال أجابنا عليه الخبير العسكري والاستراتيجي جلال العبادي بالاسم القنبلة الإسفنجي هذا هي اختراع جديد وتجربة تحت التجربة الآن لكن تم تجربتها في 21 على بعض الأنفاق إسرائيل جربتها أتوقع الفكرة ليست جديدة ولن تكون ناجحة في الأنفاق الطويلة ممكن داخل غرف داخل عمارة نقدر نسكر فيها بعض الأبواب ولكن سهل فتحها يمكن حرقها ويمكن فتحها في الأسلحة النارية أو في السلاح الأبيض وهذه لا تفيد في الأنفاق الطويلة لأنها أيضا تؤثر على التنفس وتؤثر على البصر لسواء للطرف المدافع أو للطرف المهاجم ويمكن التغلب عليها بسهولة ليست مشكلة طبعا الخبراء يقولون أن هناك سلاحا واحدا يمكنه تدمير الأنفاق وهو من أخطر أنواع الذخيرة المعروفة وهي القنابل الخارقة للأرض أو ما يسمى بمدمرة الملاجئ جي بيو 28 الأمريكية الصنع وهذه القنابل تحرم معاهدة جنيف استخدامها إلا في الظروف القصوى ويحرم استخدامها في الأماكن الآهلة بالسكان ولكن قد تستخدم إسرائيل أيضا الروبوتات والطائرات بدون طيار صغيرة الحجم للغاية للمساعدة في التنقل داخل الأنفاق ولكن حتى الآن كانت هناك صعوبات في تشغيل هذه الآليات تحت الأرض تقارير أخرى نقلت ما وصفته بالمعلومات المسربة التي تفيد بأن إسرائيل قد تلجأ لضخ غاز الأعصاب بالأنفاق مشاهدين الأنفاق تعد إحدى أبرز استراتيجيات حماس إذ يمتد طولها على مئات الكيلومترات ويبلغ ارتفاع النفق بحسب التقديرات نحو مترين وعرضه متر واحد وهذا ما يتيح سرعة بنائه ويعزز بنائه بالخرسانة والإسمنت المقوة كما تحتوي الأنفاق على مصادر للطاقة والمياه والتهوية الجيدة ومحطات للاستراحة وتخزين الأسلحة وفي أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2021 قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر أكثر من مئة كيلومتر من الأنفاق في الغارات الجوية وقبل ذلك أطلقت إسرائيل عملية لتدمير الأنفاق عام 2014 ضمن ما سمي بعملية الجرف الصامد لكن تمت إعادة بناء تلك الشبكة من الأنفاق شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر